كنابيل انا مقتنع جدا ان شرائح ابل عاملة طفرة في الفترة اللي فاتت خصوصا في الاجهزة المحمولة ولكن يعني ايه الاقي جهاز ثمنه تقريبا سبع تلاف دولار بيخسر قدام جهاز سعره مش عقولك بنص الساعة هو باقل من نص الساعة الحرفية بل تضيفها على ذلك محدودية المنصة انت بتدفع الافات الدولارات علشان تعمل حاجة واحدة بس انت متخيل حاجة واحدة وعرف دلوقتي انا الابل يوزر دلوقتي يقولك البنشمارك مش كل حاجة التجربة الفعلية هي الاهم انا هوريك كل حاجة بيعنيك لايف وتجربة في المونتاج اللي هو بيتميز في اجهزة ابل على منصة ويندوز ايجا ما تنساش تدع لأخواتنا ان ربنا ينصرهم يرحمهم وتعالي بقى اعرفك على الجعفر طاهر المال دعونا نبتدي من وصفات جعفر مبدأين جعفور مبنى على معالج ال i7 من انتل ال 14700K وانا هسكيبه وحسيب اي كلام تبقى اني ممكن يتقالفى هذا الامر اهو مع السلامة ولكن انا عايز اعرفك ان المعالج ده حر نار شتاء مشاعم وانفجر زيفا فحرفيا انت لازم تكون حريص في عملية اختيار المبرد بل انت لو مش مركب ال الكونتاكت فريم اللي باين قدامك ده فتأكد ان انت على اضعص مبرد هتركبه هتحصل لك مشاكل ثروتلينج والمعالج هتلاقي بيموت منك وهتلاك جهاز بيفريز وبيفصل وكل حاجة واقش هتحصله وانا عن نفسي استخدمت المبرد بتاعي الشخصي وهو الاركتك ليكود فريزر 2 280 ميلي ومع سيتا بالتبريد ده انا قدام امسك بال295 واط وال300 واط المفترات طويلة بال10 دهائيه والربع ساعة على اختبار السينابينش كذلك انا امسك سرعات محترمة جدا 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 زي مثلا في السنجل كور 6 جيجا هرتز ومسك فوق الخمسة ونص وخمسة وسبعة من 10 جيجا هرتز كمان على المالت كور وحشوف دلوقتي ارقام جامدة جدا وبصراحة الارقام دي وصل لها بضغطة زرار واحدة عن طريل AI Optimization بتاع اسوس الموجود في برد زد 790 والزد 690 وانا في الفيديو ده شغال باقي زد 790 الاسوس طاف بصراحة برضه فيها كل اللي انت محتاجه ومش هتصرف فيها كتير يعني زي برد روجست ريكس وكال اختياري الرام هيكون غريب شوية بالنسبة لكم لان انا اخترت كت رام 32 جيجا بايت بس من كينج ستون الريني جيد 8000 ميجا ترانسفير ريت والكت دي محترمة جدا جدا وادها فوق الممتاز انا قدرت ان انا امسك سراعات كبيرة على منصة AMD بالكت دي زي 7800 ميجا ترانسفير مستقر 100% لكن في انتل اللي هي اصلا موجهة لها السراعات العالية ما حصلش كده الصراحة يعني سواء على برض تزد 790 او 690 ما قدرت شامسك سراعات اكتر من 7200 بشكل مستقر وعالاغلب علشان تمسك السراعات اللي اعلى من كده على برد انتل انت محتاج برد فيها بنكين رام بس مش بنك مش عربع بنوك رام زي دي وصداني صديقي العزيز انا هبهرك في حكاية استهلاك الرمال اما بالنسبة لكرت الشاشة فانا بستخدم الاسوس روجست ريكس ال 4080 سوبر ومش حنفضل بقى مصد ساعة نتكلم عن مدى جمال واناقت ورشاقت ولباقت الكرت يعني كفاية جوا التحرش بالكروت ده الكرت جامد جدا حرارته ممتازة فوق الوصف وتصميمه زي ال 4090 تكلمنا فيه كتير قبل كده شكرا بالنسبة لواحدة التخزين في الموضوع برضو غريب شوية بس انا شغال بواحدة التخزين اساسية السامسونج ايفو 970 بلاس 512 جيجا بايت ودي جين سري وبصراحة ما عندش اي مشكلة معا في الويندوز معا فاهمتها الدنيا تمام فيس ومحمل على البرامج وكل حاجة اما بالنسبة لواحدة التخزين اللي بيكون عليها الفوتج او الشغل بتاعي هي الكنج ستون الريني جيد الوان تيرا بايت ودي بتكون جين فور وانا عايز دي تبقى جين فور عشان يبقى الحكاية اللي من الكليبس اللي انا وانا بنقلها تبقى الحكاية فيها ريسبونسف على قدر الامكان لكن الويندوز معاش محتاج كل استرعات دي خلاص يعني هو بالنسبة له الجينس ريز الفول اما بالنسبة للمزود الطاقة فانا بستخدم الكولر ماستر الام دابيو اي في تيو جولد الالف وخمسين واط وجاي مع كيبورد باور البي سي اي ال جين فايف فانا مراكبه في الكارت مغير تحويلات بها ولا الجاو ده والدني عندي بيس جدا اما بالنسبة للكيس فعيل اسو طفل جي تيو خمسمائة واحد ودي الكيسة الكبيرة اللي موجودة معايا حاليا بالرغم ان انا ما بحبش الوش اللي هو عم مقفول شوية من قدام ده وانا انه هي دي الوحيدة اللي قادرة شغيل الكولر لان الكولر على قد ما هو امتين وتمانين ميلي اللي انه يعني سميك يعني بلوها فاهم انت اخيت مساحة كبيرة فبيخبط في البور ده في كل الكيسات اللي انا جربتها عليه زال اتش خمسمائة وال اتش اف خمسمائة فاهم ان دي لها كويس ووالله صحيح ان ده المهم بالنسبة لنا يلا بينا ماي فرند نبدأ بقى الاختبارات خلينا بس عرض لك نتيجة بنش مارك السينة بنش عشرين اربعة وعشرين عندك مثلا المالتي كور برفورمانس بتاعت السي بيو الماك ستوديو الامتو اولترا والكونف جديد اللي كانت بسبعة تلاف دولار محقق الف تسعمائة تسعة وعشرين هذا الجهاز محقق الفين واحد وخمسين احنا معاديين اعلى شريحة اما على السينج كور برفورمانس فالامتو اولترا محقق مية وتلاتين نقطة وجعفر محقق مية تسعة وتلاتين نقطة اما بقى عن السكور بتاع الجي بيو فالامتو اولترا محقق تمنتلاف ستمية سبعة وسبعين اما جعفورة محقق سبعة وعشرين الف ستمية اربعة وستين جعفورة شرس اللهم لا حسد جعفورة اسد ولكن انا مقتنع زيكم بصراحة ان التجربة هي خير دليل ارض الواقع بتقول عيعلق او مش عيعلق هنعرف نعمل افكتات تراكينج مش عارف ايه حقق تشوف الكلام ده وقدام عينيك تعال بقى نعمل الاختبارات اللي هتلاقي طلعة دلوقت هنا هوا كلها على الدافينجري سولف الستوديو ونبدأ بالتراكي طيب احنا بلدات نصقة الستوديو ورحبه ببرعي دولتات اللي هنالك نعمل واحد ينظبط الوان للكليب ده انا كنت مجهز يعني بروفايله هون هنعمل اله ان احنا هنحوله لفوجن دعم زي الافتر ايفكت كده في الادوبي ونروح على الفوجن من هنا هنبدأ ان احنا نضيف التراكير بزعنا خلينا بس نعمل ده كده فول سكرين اه نجيب والحكاية هتلاقيها يعني وبسيطة جدا. ده بيحصل علشان انا اعمل هنا هون ده. اه الفول بصراحة بتاكل كتير من بتاعت الكارت يعني. هي بس هيها شغالة تماما يعني انا بعملها دايما وانا شغال حاجة متعود عليها. ولكن كاكا بتبني هنا في الجنب اللي انا بعمله ايه بالزبط اه. يعني انا عارف انا بالزبط واقفين. نكبر دي كده يا سيكا. تمام? هنروح هنا هون. نعمل دي خلال في السنتر. هنزود دي لان كده كده التراكينج ده مفوش حركة يعني عنيفة قوي. فنعملها ماتش موف. وهنا هون خليها باستماتش. بس كده. كده احنا جاهزين للتراكينج ونقول بسم الله. انت شايف العملية يعني زي بدي خلط. سريع جدا. طبعا احنا هنا هو انا هو مكتوب فور كي. حكاية خلصت يعني ما في ثانية لا ثانية. التراكينج كويس جدا. نفيش اموش كده. تعال نضيف مسلا اي حاجة اي كلام بقى اي حور. اه نروح هنا هوا انا كنت محمل شوية حاجات هنا كتير. خلنا نجيب كده دي. اه ونقوم عاملين كده هوا. ونكتب هنا مسلا ايه بول بول مسلا. نايس. ممكن اغير الالوان برضو اعاد ان فيش اي مشكلة الحكاية سهلة. اه يلا بينا نعمل سايزينج. حكاية يعني نفهم انت ايزي بالبردقان يعني نبصة هون ماسك تمام بيعمل كل حاجة نسالسة يعني ما بصة خلاص ايزي. استجابته زي الفول تمام حكاية سهلة جدا يعني اما بالنسبة ليه? احنا ممكن نشوف اي حاجة كده فهنا ماشي اه. احنا فهم اي حاجة يعني. هنروح في الفيديو وكل اللي علينا نعمله هنا ان احنا نختار البروفيل بتاع هنا اهو. اهو تختار اللي انت عايزه انا بشتل ده اكتر حاجة تقوم نسبة. وممكن زي سويا كده ونعمل لا ما انت شايف كل حاجة بتجري كده في لحظات حكامة يعني فهم? ايزي. برضو سريع جدا ما فيش اي مشكلة. مازا لو بقى انا عايز اعمل يعني كل ده في نفس الكليب يعني هل هيبقى في في العداء ولا ده هيبوز? تعال نجرب يعني ونشوف مع بعض. احنا نخسر ايه? نعمل تاني بس كده. تمام? تمام. ونحاوله تاني ونخش جوه نعمل ونختار الحتة اللي احنا عايزين نشتعل عليها طبعا هنعرف انها حكاية البق جديا. وهي حلو يعني. بس انا بحب اعمل كده عشان اشتعلت بقى امور سهلة. حركة ما هيش صعبة فنعمل نفس الاعدادات ما فيش اي بص صعوبة في اي حاجة خلصة. حاجة هي خلصت تمام. فانا لا تجي ده اجهز للتراكينج. بس انا عايز اروح من اول الفايل. مش عايز يعني نروح ونيجي كل حاجة مرة واحدة يعني. ونعمل كده. بيطير. حرفيا هو بيطير. ما خلصنا تسعمائية واربعين فريم في اه مفيش. يعني خمس ثواني وزادة. قس كده. طيب دعا نضيف كلام تاني عادي. وبعد كده نعمل لكل ده نشوف الاداء. اه اه نختار ايه تاني المرة دي. يجب ان نختار اه اختار خلانا واستعمل دي حلوة. شو حشا. ممكن نعمل كده. ونيجي هنا نكتب. البلبل. وتحت نكتب جعفر. تمام? ندلو لون تاني يلا انا بحب اللون الاصفر في الحاجات دي بصراحة بيبقى شكله حلو. ده اي حاجة يعني مش مش ضروري ان احنا نعمل حاجة معينة بشكل معين يعني. وين اعمل كده? بيعمل بلاي باك عادية مش مشكلة. تعالا بقى نعمل هنا كله تاني. عشان يعني انت تعمل كاخر خطوة بحيس ان انت لو تكون بركب اي حاجة كله ياخد نفس يعني. بس دي الحكاية خلصنا من تمام. بل اللطيف هنا في ده ان انت مسلا لو جيت تغير في القيم دي شوية كده مسلا وجيت تشتعل عليها. مش هيعيد كله من البداية هو خلاص هو فاهم انت شفت في اللحزة دي هو اضبط الاعدادات الجديدة اللي انت عاملها يعني فقع حكاية جدا يعني جبارة حرفيا انا شايف كده. اهو. فيش اي لك في اي حاجة الدنيا تمام قوي. بل احنا ممكن ناخد التجربة المكان تاني شوية. هنرجع تاني البرعي. وحنا نعمل بقى ماسكينج. الحياة كده تقيلة شوية. هعزين مسلا ايه نخلي حاجة تظهر ورا برعي. هي دي الحكاية بقى. فاحنا هنستنسخ برعي كده مرتين. ادي بس ده كده لون عشان نعرفه جوه. ونروح عند الماجيك ماسك. طيب هنبدأ دلوقتي كده ان احنا نعلم على برعي. بالمنظر ده. على قدر الامكان تبقى ماشي على الحاجة بالزبط. ده اهم حاجة. اهو انا مش فهم ليه جايب كله كده. وانزل نعمل كده. تمام. هو جايب الديل جايب كل حاجة. تمام تمام. هنوم عملينه تراكينج. طيب هنشي بسرعة البارق تقريبا. الرجوع اندهب لك يا جماعة خمسة وتلاتين فريم. الارقام دي يعني سرعة البارق حرف ايه. تخيل حاجة زي كده تاخد منك عشرين ثانية. اه بس كده. ده السايق جدا. اه الحكاية كلها ان احنا نختار المناسب يعني الاكتر والاقل. لان انا في الاول في الاخر. هي معركة. اه لان انا في الاول في الاخر هي معركة اه برامج. لا اكتر ولا اقل. بس خلاص خلصنا كده. اه هنروح هنا وانك نقفل. هنرجع دي كده نقوم سحبينها كده. وهاتلي اي كلام في اي منكش نهو. عندنا اهي انا انا عفلت اهي انا مش عارب والله عايزي ان نختار حاجة تكون شديدة يعني اهم حاجة يعني بس عشان طبقه برضو ايه? الامور واضحة. اول خليني كده النيون ده. رابط نحرك ده بقى. يعني نعمل كده. نقوموا طلعينه كده عند الرأس مسلا. اهى. ونشوف كده برعة هيعدي من عليها ازاي? سالسة جدا عادي. جبار عادي. بص. اه دي ولا بص كأن فيه تراكين فوق بعضه معمل لهم ولا اي حاجة بص ولا اي حاجة حرفية. موضوع ايزي بحث يعني. انا نخش كده مسلا نجيب اه يعني البروجيكت اللي انا شغال عليه حاليا يعني. يعني البروجيكت اللي انا شغال عليه حاليا انا اهو. هو فان اه جعفر. حاليا انا لسه شغال يعني شغال فيه. اه اه دي اه 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 اهي فوتج انا اه اه شغالا عديد جدا. اي اه اادنا تلاته مشكله في الموضوع. ده انت هنا بريتايمينج والحوارات اللي معامولة انه. اه بص الان مش عاول بنص ساعة وهو باقي انا هسكبه وحاسبه. اه افاكتس والتاع وحوارات بقى فهم? انت لو مش مركب الكونتاكت فريم. ادي يعني فاهم. بل يعني الادهة من ده كله بقى ان انت لو بصيت هنا كده على استهلاك الرامات احنا مستهلكين دلوقتي اتناشر جيجا رام. اه الجي بي او احنا مستهلكين عشرة جيجا نبقى يعني عادة الجي بي او مع البروجيكت عم ما يخلص يعني هيكون وصل معي ناحية الاثناشر تلاتاشر جيجا. والباقي بيكون بيستور في الرام يعني الرامة ممكن توصل معي ناحية الخمستاشر كده يعني بصراحة توصل معي ناحية الاثناشرين لو انا بس مركب الاربعين ستين تي اي. ودي المفاجأة الحرفية يعني يعني. انا عايز اقول لك ان انا عملت المونتاج ده كده كله بتاعي البداية اصلا بالاربعين ستين تي اي مش بالاربعين تمانين. يعني بصراحة. وحواريك دلوقتي بلاي باك حيبقى ظاهر قدامك باستخدام الاربعين ستين. ولكن هنا في حتة اه فيها هنا اه. حتة دي تقيلة. تقيلة قوي يعني. نعمل لها لايف. بص. 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 اه بص. ايزي. كل حاجة ايزي. 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 يعني عندي لك الخافية الورد تتحرك وكل حاجة يعني افهم ايزي. عندنا هنا فيه تراكينج او ماسكينج. يعني بحرم كل ده باستهلاك اللي انتنا شايفينه ده. يعني خمساشر جيجا لام عشان طبعا ايزي حاجات في الفيوجن. انا سأقول لك يعني هو اخره معي بصراحة بيوصة نحت العشرين وهيبدأ يفض ويرجعه. بس هو يعني عموما استهلاك الرام فوق الجبار بمراحل. لان هو دافينش اصلا بيميل ان هو يستخدم الجي بيو ميموري اكتر حاجة يعني. هنرجع بقى للفيديو. احنا كل ده بنتكلم في جانب واحد بس من جوانب الابداع والانتاجية وقالا وهو المنتج. اول بقى ما هتخط برجلك برا هزيه الدايرة وتروح مثلا للتري دي رندرينج. انا عايزك تدور بنفسك وتشوف كارت زي اللي اربعين تسعين بيتغلب ازاي على اسرع جهاز من ابل باربع اضعافه. باربع اضعاف القوة. اللي خلصوا الاربعين تسعين في تلات ساعات هتخلصوا ابل في اتناشر ساعة. ده بجد من غير هزار. فهنا الويندوز مكتسح مفيش مفيش كلام. ما ينفعش خلص ان احنا نتناقش في هذا الامر. كذلك لو حبينا نتكلم عن الترفيه بالذات عالم الجيمينج الكبير جدا في الويندوز. الاف الالاف من الالعاب بتجارب استخدام مميزة لكل واحدة بجيم بلاي وجرافيكس وتقنيات فظيعة جدا. تخليك كده ان انت تبقى عايش جوا اللعبة. مستحيل تاخد الكلام ده على اي ماك من اجهزة ابل ولا اي حاجة من ابل خلص يعني موضوع ده مفيش مقهارنة تانية. يعني كل ده. وفي الاخر تلاقي واحد انا مش عادي بيفاكس ازاي يقولك الويندوز منصة محدودة. يا اخي احلى ميزة عليك. لكن انا سمعك مايفريند التفحاوي وانت بتقول طب ومشاكل الهاردوير بتاعت الويندوز والشاشة الزرقة والرامات والأه. مايفريند خلينا متفقين كده ايه? على السياسة عامة. انت اخدت قرار ان انت تجمع جهاز فانت اكيد تبقى عارف وملم بالتوافقية بتاعت القطع والقطع بتشتغلت ازاي? علشان تعرف تاخد قرارات سليمة. مش عارف. الجأ للي عارف يساعدك. لكن بقى تعال اكلمني عن مشاكل الليه الاعطال بقى اللي بتحصل ديه بشكل ايه? قضاء وقدر. زي مسلا والليها موجودة في ابل وموجودة في اي مكان في الدنيا. اللي هو مسلا تقول ايه? الاس اس دي مسلا باز. اه? الويندوز هتعمل ايه? هتشيل الاس اس دي وتحط اس اس دي. ايزي. روح بقى الابل بقى. هتروح لحد يفك ويسخن ويحط لك الناند فلاش. وفي الاخر بتفتح الجهاز يقول لك والله السريل ده مش بتاعي. ماعرفوش يعني احلم يسع عليك تاني يعني بجد والله. بل خلينا نتكلم مسلا عن مشكلة او ها من انواع يعني. مش اعايز اقول حاجة مش حلوة بس ايش طياني. الماكبوك اير الام اون لما كان نازل في اتنين ناند فلاش. اه طبعا يعني اتنين اس اس دي. فاللو هو كل واحد شغال في جنب. انت مسلا السيستم شغال انت بتآ منتج فالتاني شغال وشايل المونتاج. مافيش اي مشكلة حتقابلك من حيث الاسبونسرنس. لكن الناس اوما جابت الماكبوك اير اه الام تو حسط بمشاكل في الاستجابة. وفي الاخر جهس هوات ايه اللي حصل? طلعت ابل المحترمة اللي بتبيع منتجات غالية خليتها نند فلاش واحدة. فبقت سرعة الاس اس دي ومشتتها في خمسين حتة. وعلى طول المستخدمين حسوا بالمشاكل. على طول. كده. لحظيا. قل لي بقى مشكلة زي دي. كيوزر دافع سبعين ثمانين الف جنيه ولا ستين الف جنيه. او قبلتك. هتعمل ايه? اقول لك احلى ميس عليك تاني. فهي الحجاة كلها ايما على الفكر والتوفيق واختيار السوفت وير المناسب مع الهارد وير المناسب. يعني عايزين نطلع من السيناريو اللي بيحصل ما بين الاي او اس والاندرويد اللي هو اي حاجة في صالح ابل نعملها على التام واجب. وبص اي حاجة بقى لصالح المنصات التانية. لا احنا نتخزل فيها ونكبر دماغنا. المهمة ابل تبقى تمام. يعني مش فاهم. ايه الفايدة يعني. ولكن انا كلامي لا يعني ان ابل مثلا منتجاتها تسيئة او تعبانة. بالعكس انا فيه عندهم منتج انا ناوي اقطني بشكل شخصي. لانه فعلا استحق الشراء. وبيقدم حاجات لافيش اي جهاز ويندوز عارف يقدمه. لو انت تعرف بقى اسم الجهاز ده ايه يا ريت تكتبه تحت وتقول لي برضو انت مستخدم من الماك ولا الويندوز ولا اللينكس. كا انا معك البولبل. شوفك فيديو جديد ان شاء الله. سلام.